أهلا بكم مرة أخرى إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوالي الأسبوع والتي نخصصها للحديث عن قطاع الصناعات المصري الواقع والتحديات منذ قيام الثورة المصرية حتى الآن أصدف في هذه الحلقة السيد هشام وجي رئيس مركز تحديث الصناعات المصرية سيد هشام أهلا بكم مرة أخرى وكنا قبل الفاصل نتحدث عن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهناك تأكيد من الخبراء على أن الأفكار المطروحة لا ترقى للتنفيذ الفعلي الذي يتنسب مع هذا القطاع الحيوي أنا متفق معك مبدئيا أن هذا القطاع قطاع واعد بيفيد البلد في خلق فرص عمل سريعة في تحقيق حاجة مهمة وهو الشق الاجتماعي في التنمية الاقتصادية والكلام كله في أوروبا النهاردة في التنمية الاقتصادية بيتكلم على مسندة الأساميس تمام اللي حاصل في مصر أن فيه جهات كثيرة بتعمل على مسندة الأساميس الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولكن فيه احتياج للتنسيق وتعظيم الاستفادة من اللي موجود الحقيقة مركز تحقيق الصناعة كلف من قبل وزارة الصناعة أنه يكون الجهة الرئيسية لتدعيم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويمكن احنا علننا في الجرائد فترة قصيرة عن برامج اللي عملناك للسنة اللي فاتت أن احنا راجعنا البرامج والخدمات التي نقدمها المجتمع الصناعي وعادنا بلورتها للتركيز على هذا القطاع عندنا خمس محاور أساسية للعمل في المركز المحور الأول هو محور دعم القادة الصناعية من خلال مسندة الصناعة الصغيرة والمتوسطة دينا مساهمة للعمل احنا الخدمات بتقدم بمساهمة للعميل إذا كان العميل صغير أو متوسط بياخد 50% خاصة وإذا كان صغير ومتوسط في سينة أو في السعيد بنيديله 50% إضافية بنقدم عدد من البرامج اللي تناسب حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منهجية بتشوف الأول برضو دراسة فجوة لهذه المصانع تحديد نقاط الضعف وبتبتدي تشتغل معها خلال السنة اللي فاتت احنا خدمنا حوالي 1035 عميل بمازين عن 4000 خدمة دعم فني 83% منهم في الربع الأخير كانوا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ايضا احنا اطلقنا برنامج لتشكيع التكتلات الصناعية والحرافية الكلاسترز ده تكنيك موجود في العالم كله انك بتجمع الصغيرين من خلال جمعية أو كيان عشان تقدر تجيب لهم خبير تعمل لهم برنامج تدريبي تعمل لهم نظام تسويقي وحنبتدي مع احد الجمعيات في دميات في قطاع الاساس في هذا الموضوع نفس المنهجية نشجع استخدام الشركات للنظم المعلوماتية الحديثة في اتخاذ القرار سواء في ادارة المنشآت أو في التصميم أو غيره وبعض البرامج الاخرى في مجال التمكين التكنولوجي ثلاث محور هو الدعم الفني لتنمية الصدرات زي ما بنقول تأثير العملة زي ما بنقول فتح الاسواق لاتفعيات التجارية انا عشان ازود قاعدة المصدرين انا بحتاج ادخل مصدرين جدد وهنا بيجي دور مركز تحديث صناعة في تطوير المنشآت من الداخل بحيث انها تبقى اكثر قدرة على التصدير اما مباشرة أو في الدخول في حاجة اسمها اكسبوت كونسورتيا يعني تكتلات تصديرية على سبيل المثال في مجالات زي الصناعات الجلدية انت ممكن تحتاج اكثر من ورشة اكثر من مصنع صغير انه يعمل اردر معين وفعلا احنا هنعمل اول تكتل تصديره وبنشجع هذا العمل الجماعي كوسيلة لخلق قادة تصديرية اكبر هناك مطالبات بانشاء جهة واحدة تتعامل مع المشروعات الصغيرة المتوسطة دي فكرة جايدة جدا ومركز تحديث صناعة بيؤيدها لازم نبص لتجارب العالم اللي سبقتنا ونجحوا فيها هناك دول فيها وزارات خاصة بهذا الموضوع او اجهزة خاصة بتشتغل على التنسيق بين كافة اجهزة الدولة لخدمة هذا القطاع قطاع الصناعة الصغيرة المتوسطة محتاج ايه خلينا نقول كده ببساطة محتاج تمويل ميسر له ممكن يبقى فيه جهة تمويلية خاصة به محتاج جهة تدي له دعم فني مناسب له عندك تمويل عندك دعم فني عايز تعديل في التشريعات بحيث ان يبقى الترخيص سهل يعني سهولة انه يعمل شغله تنساش برضو نجوز كبير من القطاع الغير رسمي صناعة صغيرة تقدر تقول ان صناعة صغيرة ومتوسطة وبالتالي انت لو نظمت هذه المنظومة هتكسب كتير جدا في خلق صناعات جديدة يعني دخول ناس جديدة في هذا المجال وايضا تقنين اوضاع اللي موجودين انا بقى اقايد ان يبقى فيه كيان بيضم الجهات التنموية المختلفة اللي بتعمل في هذا القطاع سواء كانت دعم فني او تدريب او تمويل او حتى اصدار ترخيص وهذا الكيان يعني هتستعمل خبرات الجهات اللي موجودة بس يبقى فيه كيان واحد هو اللي بيتكلم مع الجهات المنحة هو اللي بينصق مع العالم الخارجي وكذلك الداخلي ومتى يتم اطلاق مشروع القومي المشروعات الصغيرة واهم ملامح هذا المشروع دقنا فعليا فيه الجزء الاول فيه هو ما يقدمه المركز من خدمات وبرامج واختلفة كلها بتركز على الناحية الفنية من دعم الاصطناعات الصغيرة والمتوسطة الجهات الاخرى في الوزارة بتعمل في نفس الاتجاه في جزئية يعني الاراضي بتتكلم على انشاء تجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة تخصيص اراضي معينة له البكس التدريب الصناعي بيشتغل على تفعيل مبادر التمكين والتشغيل التدريب للتشغيل برضو بيصوب كثيرا في هذا الاتجاه النهاردة بنفعل قطاع المراكز التكنولوجية للمساعدة على نقل التكنولوجيا برضو بيصوب بهذا القطاع فهي الفكر العام هنا ان يحصل تنسيق من خلال اجهزة الوزارة المختلفة في اتجاه دعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة خارج الوزارة برضو في جهود واحنا المركز عنده مسئولية التنسيق داخل الوزارة وخارجها فيما يخص هذا المجال وكمان في الاتفاقيات مع الجهات المنحة وما هو دوركم في تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهات المالية المنحة انت عندك لما بيجي الاتحاد الاوروبي او اي دولة صديقة بتقول عايزين نعمل يعني عندنا اما قروض او منح لدعم مثل هذه المشروعات طبعا بتنسك مع وزارة التخطيط بس انت بتبتدي تودي خطتك لطلبة تبويل بحيث انها تدرك ضمن هذه الاولويات عشان تشوف يعني هناك في دور لكل جهة يعني المشروع بتاع الصندوق الاجتماعي بياخد قروض ميسرة تمام وبيعيد توجهها للقطاع اللي بيخدمه من خلال البنوك او مباشرة المركز ما بيديش تمويل المركز بياخد منح ويديها في شكل دعم فني مشروع بداية في وزارة الاستثمار بيشجع ريادة الاعمال ويشجع الستارتابس والحاجات دي انا اقولك زيادة ان كمان احنا هنمضع يعني قريب هنعمل اتفاقية التعاون مع وزارة البحث العلمي لتشجيع ريادة الاعمال والابتكار والمشروعات بحيث ان هم بيساعدوهم بحثيا واحنا بنحاول نجيب لهم شريك من الصناعة فدور المركز ايه سؤالك دورك دورنا تنسيقي بحيث ان هذه المعلومات عن الخدمات دي متوفرة عندنا لما بيجي حد يسأل بنقدر نوجهه وكمان بننسق مع الجهات القائمة على هذه الجهود لتوحدها وتعظيم الاستفادة منها كان هناك افكار سابقة على الثورة المصرية اللي اقامت مناطق صناعية متخصصة لمشروعات الصغيرة المتوسطة هذه الافكار هل تزال قائمة؟ طبع الفكرة دي مقبولة جدا وهي جاية في اطار الدعم الحكومي الكامل لهذا القطاع وبتناسب اكثر بعد القطاعات زي قطاع الاساسة بعد قطاعات التصنيع الزراعي او قطاعات الغزائية فدعبا ده فكر مكمل لمنظومة تطوير ومسندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعني انا امل ان احنا نشوفه ان شاء الله يبقى في النور غريبا يعني احنا بنشوف في مختلف الاقاليم وقطاعات الصناعية كيفية تفعيل هذا الموضوع لكن هل تعتقد انه اقامة مناطق صناعية متخصصة في المشروعات الصغيرة ومتوسطة افضل ام الحق هذه الصناعات الصغيرة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغضية له ده بيعتمد على نوع القطاع والاحتياج ففي بعض الاحيان زي صناعات الهندسية بيبقى من الافضل انها تكون فيدنج اندستريس يعني في بعض الاحيان زي مثلا صناعة الاتات صناعة الفضوميات زي الرخام في شق التعبان بتبقى يعني صناعات متمثلة يعني ردا على سؤالك هي الحالتين وردين حسب الاحتياج وماذا عن تبني افكار ومشروعات الشباب وهي كثيرة بالفعل وموجودة لدى مراكز البحث العلمي انت دلوقتي لو انت عندك فكرة مبتكرة تمام وبتروح بتسجل براية الاختراع الاخير تمام احنا على استعداد ان احنا نعمل نعمل لينكينج نعمل تشبيك بين هذه الافكار او هؤلاء الشباب واحنا فعلا بدأنا فيه من كم ساعة لكن يعني اما قمت الصورة توقف هذا المشروع ان احنا نشوف هذه الافكار اللي وفقت عليها او روجعت بمارفة الاجهزة المقتصف في وزارة البحث العلمي من ناحية العلمية واصبحت قابلة انها تطبق مركز الاحديد الصناعة من خلال تواصله مع مختلف القطاعات ممكن يوصل هذه الافكار الى المجتمع الصناعي واي فكرة كويسة هتصابق الناس انها تستعمل طبعا احنا على استعداد ان احنا نساهم في هذا الموضوع وساهمنا قبل كده ولكن التوقف اللي حصل ده ممكن نعيده تاني غالبية مشروعات القطاع غير الرسمي تقع ضمن نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة هل هناك جهود لادراج هذه المشروعات في القطاع الرسمي؟ طبعا دخول هذا القطاع حيبقى فايدة كبيرة على المجتمع اولا انك هتقدر تفيده في برامج التنموية اللي موجودة هتقدر تستعمله كصناعات مغزية هتقدر تستعمله كخل فرص عمل وشايفها هتزود حصيلة الدرائب؟ طبعا لكن عشان نجاوب سؤالك في جهود من وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار لاجراء تعديلات تشريعية لاستقطاب او يعني ايجاد بهذا القطاع الغير رسمي للرسمي وفيما يخص المركز احنا زي ما قلتلك بنكتفي بالسجل التجاري بدل السجل الصناعي جزء من القطاع الغير رسمي ده في الصناعة بيبقى معه سجل تجاري وجزء معهوش يعني بس ده يعني انت هنا بتشجع اللي معهوش انه بس يبقى عنده سجل صناعي وايضا من خلال برامج التكتلات الحرفية والصناعية بتقدر تفيدهم وتديهم محفز انهم يتجمعوا في شكل جمعي او حاجة بحيثك تقدر تطور وتأهيل كمان وتأهيل وهو جزء من جزء من عملية تنموية لهذا القطاع انك تدرب وتؤهل العاملين به وتديهم تفهمهم يعني ايه مواصفات وشهادات جوة تدخلهم ضمن منظوم تنمية السلاسل الموردين فكل الحاجات دي تعتبر محفزات له لكن عشان نبقى واضحين ان هذا القطاع لن يدخل الا في وجود حاجة تشريعية تخليه ما يتضرش درائبيا او ما يتضرش على وضعه القديم الغلط السيد هشام واجدي رئيس مركز تحليل الصناعات المصرية شكرا لكم على هذا اللقاء مشاهدين وصلنا معنا الاختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوال الأسبوع الان نلتقي مرة اخرى شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدين اشتركوا في القناة